لو شقة صغيرة 60 متر أو 80 متر بيباليها حلول عملية جداً لازم أعتمد على أني أستغل كل سنتيمتر فيها فبتدي أعمل حلول عملية يعني تبدأي تخزيني مثلاً أدراك تحت السراير تبدأي تحطي تستخدمي الرأسي عموماً في البلان بتاعك أكتر من الأفقي فتعملي دمج للوظيف بتاعة الفرنيتر بدل ما تحطي قطعة تسريحة لوحدها وقطعة كومود لوحده ومكتب لوحده وكل قطعة لوحدها لأ بنعمل حاجة اسمها دمج للوظيف إن أنا أحط يعني موحدة دمج للوظيف ودمج كمان للألوان يعني حتى كمان للألوان طبعاً بيكون لها عامل كبير جداً يعمل كبير الناس بتختار ألوان يعني رهيبة أنا أعرف فيه ناس ممكن مثلاً تدهن المكتب بتاعها أو البيت بتاعها رمادي أو جري أو أسود بيصغر لهم المساحة أكتر هما بيبقوا متخارين إن هي موضة أنا شايفة في الكاتالوج كده أو في المجلة فلا أهو إن ده روعة بالنسبة لي ده مش بيكون مينفش إنه هي تكون كوبي بست من المجلة لأن المساحة في المجلة أصلاً ممكن يكون الكادر واسع جداً فبتحس إنها شكلها شيك لكن البيت مثلاً القضاء 3 في 3 أو 3 في 4 أعتقد إن الجري كمان رأي وان سجون تقريباً بتعمل توطر صحة نستخدمها في المعتقلات والسجون يعني عارفة عشان يجيب لهم اكتئاب أكتر إزاي بتقدري تقنع العميل بتاعك أو بنواجهة نظرك أنت اللي صح لازم موهنسة ديكوري يكون عنده صبر الإقناع متنوعة ولازم تبقي بتعرفي يبقى عندك مرونة في التعامل يعني كل كلينت بيبقى ليه إسلوبه في حد بيبقى هو أصلاً عنده خلفية أو عنده ثقافة شوية فتقدري تتكلمي معاه بالمنطق يعني لا ده ده كذا ده لو تحط هنا مش هيبقى كذا ده حط هنا كذا فيه شخصية بتبقى أصلاً مثلاً مترددة فما ينفعش تديله أوبشنز كتير جداً عشان هو هيتربط أكتر ما هو متردد فلازم تحدديله أوبشنز أقل فيبدأ يبقى محدد معاكي أكتر وفهمك أكتر فيه شخص بيبقى ماي المظاهر هو يحب مثلاً تبقى الحاجة حاجة غرية وخلاص معارفة أماني كمان فيه ناس فعلاً كلاً بتدور أنها تاخد حاجات فخمة جداً حتى لو هي مش لائلة ونزوها مش حالي بقى عملية ولا لأ وفيه العكس بقى اللي هو الشخص اللي هو لا مش مهمة بالنسبة له مظهر قوي يعني مظهر معقول مقبول بس يكون فيها أبشنز أفتح كذا لقي جوا كذا وخزن حاجات كتير وعمل حاجات كتير فلازم مهندسة ديكور عشان يقدر يوصل أصلاً للكلاينت بتاعه كويس يكون فاهم شخصية اللي قدامه لا وفي ناس كمين خليبيرك بتكون